السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكاربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الرابع Science with the Stead-State Analysis وننتهي اليوم إن شاء الله مع الجزء الأول لهذا المحور الرابع بمثالين تطبيقين المثال الأول هو استخراج الامبليتيوت الفيز البيريد والفريكوينسي للسعيدي هذا الأول ثم لهذا المصدر الثاني للقيام بهذا المثال يجب كتابة الجهد بصفة عامة في الأي سي هو يساوي في أم أو في ماكسيموم كوز ساين أوميغا تي مع فاي مباشرة يخرج الحل فتكون الامبليتيوت تساوي أثناشر فولت لا ننسى الوحدة الفيز أنجل فاي مباشرة هنا تساوي عشرة ديجري الأنجلر فريكوينسي أوميغا كذلك مباشرة يخمسي أما استخراج البيريد فنستخرج من قانون الأنجلر فريكوينسي وهي أن الأوميغا تساوي تو باي على تي فتكون البيريد تي تساوي تو باي على أوميغا والأوميغا وجدناها تساوي خمسين فتكون قيمة البيريد هي 0.1257 سكند والفريكوينسي من السهل استخراجها من البيريد وهي مقلوب التي فتكون الفريكوينسي لهذا السيجنال تساوي 7.958 هيرتز هنا نلاحظ فرق طفيف ويجب الانتباه هنا عندي ساي كيف أمر من الساي إلى الكوساي فقط نضيف سالب 90 ديجري فتصبح الفي التي كانت سالب 60 ديجري تصبح سالب 150 ديجري وهذه هي الفيز أنجل هذه الخمسة كما رأينا هنا هي الامبليتود هي خمسة فولت الأوميغا مباشرة هي أربعة باي قيمة البيريت نستخرجها من قانون الأنجلر فريقونسي والفريقونسي تساوي هي الفريقونسي هي مقلوب البيريت فتساوي 2 هرتز بالنسبة للمثال الثاني هنا عندي سينزويد الكارنت ننتبه الآن للمعطيات الماكسيموم امبليتود هي 20 امبير يعني مباشرة أقول اي ماكسيموم تساوي 20 امبير ننتبه هنا من هذه الكلمة أنه التيار الكهربائي يمر في وان كومبليت سايكل كم مدة الزمن في الوان كومبليت سايكل هي واحد ميلي سايكل يعني عندي هنا كومبليت سايكل كم المدة هذه كلها هي واحد ميلي سايكل وأعرف أنه هذه هي البيريد تي وهنا عندي معطاء أخير مهم جدا وهي أنه الماكنيتيود للكرنت تساوي عشرة أمبي في الزمن سفر يعني عندي I قلنا ماذا تساوي بصفة عامة هي I ماكسيموم كونساين أميغا تي مع فيز أنجل هنا عند الزمن سفر كم قيمة هذا الطيار عشرة أمبير فتكون هذه I ماكسيموم قص صعي فاي لأنه هذه في الزمن سفر تحذف هذا تبسيط للموضوع قبل أن أدخل في الأسئلة الأسئلة المطلوبة والآن سوف يسهل الحل بكثير كم قيمة الفريكوينسي لهذا الكارنت كم قيمة الأوميغا والآن أريد قيمة الفيز أنجل و في الأخير استخراج I of T والروت من سكوار فاليو إذن كما رأينا قبل قليل ومن المعطاء البيريد هي واحد ميلي سكيند لا ننسى أن الميلي هي عشرة سالب ثلاثة فتكون الفريكوينسي هي مقلوب البيريد تساوي ألف هرتز الأوميغا مباشرة هي 2 باي F أو كذلك 2 باي على T الآن كيف أستخرج الفيز أنجل هذا بصفة عامة كتابة الطيار عوضنا المكسيموم فاليو بالعشرين عوضنا كذلك الأوميغا وبقي مجهول الفاي لكن في المعطاء قلنا أن الطيار في الزمن 0 يساوي 10 إمبير فأعوضها مع وضع T سفر فأتحصل على مجهول مباشرة تساوي 60 ديجري ليكون التيار الكهربائي يساوي 20 والمكسيموم فاليو كوساين 2000 باي T مع 60 ديجري السؤال الأخير كم قيمة الروت من سكوار عن طريق القانون تستخرج من ماكسيموم فاليو وهي قيمة الماكسيموم فاليو على جذر 2 فتكون قيمة IRMS فاليو هي 14.14 إمبير ترجمة نانسي قنقر